نروح بقى الماتش النهاردة أمام سياطل الأمريكي بالتأكيد ماتش صعب جدا 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 أولا لأنها في بطولة عالمية كمان قدام فريق مش سهل هو مجهول بالنسبة لنا ولكن مش سهل مستوى مختلف تماما عن المباراة الأولى لأنه بطل الكونكا كاف يعني كسب أبطال دول لها باع في كورة الخدم زي المكسيك عارفين حضراتكم أننا لدينا جولات كتير جدا جدا في كاس العالم مع الفرق المكسيكية وتعودنا دايما أن فرق الفرق المكسيكية هي اللي بتوصل عن الكونكا كاف اللي هي أمريكا الشرمالية وجزر الكريم فتعودنا دايما أن فرق المكسيك هي اللي مسيطرة على أنها تتواجب بصفة مستمرة في كاس العالم الانديه إنما فريق سيادل كسب فريق بومس المكسيكي 3-0 في مباراة العودة بعد التعادل على أرضهم 2-2 فمعنى كده أنه هو فريق كويس ممكن أنا متفائل دايما ومتفائل أن النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله بإذن الله بعد المراكل لنا حنهني نفسنا بإذن الله بفوز النادي الأهلي الدوري انتهى في أمريكا في شهر أكتوبر اللي فات هم ما وصلوش للبيلي أوف لأنه فيه نظام في أمريكا قسم شرقي وقسم غربي وبعدين بياخدوا سبع أول سبع فرق من هنا أول سبع فرق من هنا وبيعملوا تصفيات لحد ما يوصلوا للفاينال ويشوفوا مين اللي هو وخد البطولة فالفرقة ما وصلتش للبيلي أوف أو للتصفيات فالفرقة مريحة من أكتوبر خدت نوفمبر وديسمبر راحة كاملة ابتدت تعمل فترة إعداد في شهر يناير لأن أصلا الدوري الأمريكي بيبتدي في أواخر فبراير أو أوائل مارس فلسه ما ابتداش نادي الأهلي الفترة دي بيعيش أزهى حالاته الفنية والبدنية والمعنوية دي تميز النادي الأهلي في حاجة مهمة جدا 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 عندنا روح الفانيلا الحمر الروح اللي احنا شفناها الماتشات اللي فاتت الروح اللي احنا شفناها الشوت التاني الماتش اللي فات الروح اللي احنا شفناها التلات أربع الماتشات اللي فاته روح عالية جدا 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 وقتلية لو تفتكروا حضراتكم بداية من ماتش الزمالك الروح كان شكلها ايه اللي احنا كسبناها تلاتة وقبلها بيرامز تلاتة والماتش اللي فات 3 بقى كله ابو 3 ابو 3 ابو 3 من ساعة بكسبنا الزماليك 3-0 لكن احنا عندنا النهاردة كمان سيخة كبيرة جدا 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 في الجهاز الفني ولعبة النادي الاهلي ماتش صعب لانك بتلعب مجهول وفرقة تقيلة لو يعني لو انا بقول لكم في وس الدوري لا فرقة صعبة جدا 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 هما فرقة صعبة عندهم نص الفرقة تقريبا محترفين من امريكا الجنوبية محترفين من امريكا الجنوبية بالجنوبية فهم عندهم عندهم المهارة الكرة الامريكية اصلا بتعتمد على القوة والسرعة القوة البدنية والسرعة دي موجودة عندهم انما بقول لحظة اللي يميز النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو تقريبا في منتصف الموسم فالنادي الاهلي بدنيا اعلى وفنيا اعلى ان شاء الله المكسب يكون للنادي الاهلي النهاردة دعيت النادي الاهلي عندهم القدرة على تجاوز عقبة سياطل النهاردة من أجل نصف النهائي للمرة الخامسة ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا كل اللعيبة جاهزية حضراتكم كلكم تابعين من أول ما كان النادي الأهلي هنا قبل ما يسفر للمغرب سواء محمد هاني اللي اشتكى من كادمة بعد مبارات أوكلان لكن الحمد لله الدكتور أحمد أبو عبلا أكد على جاهزية هاني الفريق أدى طبعا الوقت كان صعب جدا بين الماتش اللي فات يعني أنا حاسس أن الماتش اللي فات ده كان مبارح هو كان أول مبارح نخلصنا متأخر الفريق أدى تدريبات استشفائية يوم الخميس ويمكن ميستر كولر اشتكى من الحتة دي بس قال بس أن الوقت دي بين المباراتين والفرقة التانية مريحة هي دي الحاجة الوحيدة اللي اشتكى منها ميستر كولر التدريب الأساسي مبارح كان الجمعة الكل شارك فيه الحمد لله الكل جاهز بس طبعا الجاهزية دي حسب الرؤية الفنية للجهز الفني نكون متواجد في الملعب ولا يكون على الدكة ترجمة نانسي قنقر